مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب هذه الحلقة هي تكملة للحلقة السابقة والتي تحدثنا فيها عن موضوع مهم وهو المعزي البارقليت هل هو الروح القدس أم رسول الإسلام عشان كده الحلقة دي تعتبر الجزء الثاني هي الجزء الثاني من نفس العنوان كلمنا عن أن رب يسوع في يحنى 14 و 15 و 16 إنجيل يحنى يعني تحدث مع تلميزه فيما نطلق عليه أحاديث الرحيل وهي أعدت المسيح مع تلميز قبل أن يتم القبض عليه ويصلب ويموت ويقوم والتلميز وقتها كانوا منزعجين ومضطربين عش كده بدأ الرب يسوع كلامه معهم لا تنزعج ولا تضطرب قلوبكم في يحنى 14 عدد واحد لكن من الأمور المهمة التي تحدث مع المسيح فيها مع تلميزه هو مجيء المعزي مجيء المعزي ولهم إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي والمعزي الذي سوف يأتي الذي سوف يرسله الآب باسمي هو يرشدكم ويذكركم بكل ما قلت لكم عش كده مهم مرة تاني إن احنا نرجع إلى النصوص التي تحدث فيها الرب يسوع عن المعزي يلوم كده في يحنى 14 16 و 18 و عدد 26 وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم هو معاكم بس الأمر الجديد اللي هتختبروه إنه هيسكن فيكم كويس وأما المعزي الروح القدس يعني ما فيش حاجة تاني يعني لا يشير إلى شخص آخر وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء في يحنة 16 قال لهم هذه الكلمات لكني أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة وأما على خطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين إن لي أمور كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيع أن تحتملوا الآن وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم دا كلام الرب يسوع له كل المجد عن الروح القدس المعزي باراكليتوس حلقة اللي فاتت كلمنا فيها على أنه الدليل الإسلامي الذي يدعي أن الباراكليتوس هو رسول الإسلام سميته أنا وحم هذا الوحم مبني على برهان اسمه ألولو فلا يوجد برهان فعلي لا يوجد دليل لغوي لا يوجد مخطوطة من المخطوطات لا يوجد أي شيء يحمل هذا المعنى كويس لكن أنا سألت فلان سألت البروفيسور الفلاني وهو متخصص في اللغة اليونانية القديمة والبعد قال لك اللغات الشرقية القديمة كويس وسألته وقلت له أنا لا أسأل القصيس كويس كارلو لكني أسأل البروفيسور كارلو ماذا يعني البركليتوس فحمر وجهه وخجل ووضع وجهه في الأرض ومش عارف عمل إيه وقال لي أنه يشير إلى رسول الإسلام that's it بروفيسور ووصل إلى حقيقة لم يصل إليها علماء اللغة من قبل وما نشرش هذه المعلومات في أبحاث علمية لكنه قالها على مصطبة كويس ونقلها منه فلان وفلان كتبها في كتاب وصارت هذه ألولو هي المعلومة الأساسية التي بني عليها الوهم الإسلامي أن البركليتوس هو رسول الإسلام وطبعا عبدالله الترجمان اللي كان يعني أسيس في الأندلس وكان يتتلمس تحت أكبر راس في الأندلس واحد من يعني كبار القصوصة في الأندلس اسمه إيه ما نعرفش مهم كويس وبعدين قال له أنا عايز أسألك البركليتوس ده هو إيه فقال له ده أنا مش عايز أقول لك يا ابني ليه مش عايز تقول لي أصلا أنا خايف عليك أصلا لو قلتلك ممكن تفقد أكل عيشك بس هو رسول الإسلام بس عايزك توعدني عايزك توعدني وحياة العيش اللي بينه بينك ما تخبر أحد ده كل ده كل الدليل الإسلامي على البركليتوس أنه رسول الإسلام روايات ألولو كويس طيب أما أنا فقدمت المعنى ببركليتوس في اللغة وفي قواميس اللغة في الحلقة اللي فاتت ممكن حضراتكم ترجعوا لها في كل قواميس اللغة اليونانية وكمان رجعت إلى المعنى في اللغة الأرامية وإلى ترجمة الأرامية القديمة للعهد الجديد وكلمة فاراقليتوس وتعني المحامي المحامي وترجم المعزي وترجم المشجع الحاث الشخص الذي يقف بجوار شخص آخر ده المعنى بتاعها لكن الإخوة المسلمين لا قواميس ولا غيره هي كده هي تشير إلى رسول الإسلام طيب أجي إلى جزءهم لماذا المعزي هو الروح القدس قلت هو لا يمكن أن يكون رسول الإسلام لغويا وتاريخ الكنيسة والمعنى بتاع الرب يسوع ومعنى النسق لكن خلينا النهاردة أحاول ألخص بعض الأمور المهمة لماذا المعزي أو البروكليتوس هو الروح القدس لماذا أول حاجة الزمان يعني إيه الزمان مع من كان يتحدث الرب يسوع هتقول لي كان بيتحدث مع تلاميذ ولماذا كان يتحدث الرب يسوع مع تلاميذ لأنهم كانوا خايفين وكمعلم كان حايف يشجعهم كان حايف يشجعهم وكان بيتحدث مع تلاميذ فين في العلية تلاميذ الخايفين المضطربين المنزعجين الذين يحتاجون إلى معونا اللي أخبرهم الرب يسوع أنه لابد أن يذهب إلى أرشليم ولابد أن يقبض عليه ويحاكم ويموت ويصلب ويموت ويقوم في اليوم الثالث أخبار مش كويس واحد عيشنا معاه ثلاث سنين هو بنسبة لنا كل شي وقال أنه هيمشي لما رب يسوع بيقول لهم أنا هأرسل لكم المعزي والمعزي ده هيذكركم بكل ما قلتلكم وكمان هو هيرشدكم إلى كل الحق هو هياخد مني وهيعطيكم أنا هطل من الآب أنا يرسل لكم المعزي هو المعزي ييجي بعد ستمائة سنة من حيث الزمان ما تركبش يبقى كلام المسيح أساسا ما لهش معنى لا السياق له معنى ولا التعزية اللي عزها بها التلاميذ لها معنى ما تركبش وهل ظلت الكنيسة وتلاميذ المسيح والكنيسة الأولى ستمائة سنة بدون معزي بدون معلم بدون من يرشد بدون من يذكر بكل ما قال له يسوع لا طبعا الرب يسوع قال للتلاميذ بكل وضوح بكل وضوح قال لهم كده في أعمال واحد وفيما هو مجتمع معهم مع تلاميذ ده امتى ده كويس الرب يسوع أقنعهم أقنعهم قال لهم وأمرهم وفيما هو مجتمع وفيما هو مجتمع معهم بعد قيمته أوصاهم أن لا يبرحوا من أرشاليم ما تسيبوش أرشاليم ما تروحوش إلى كفر نحوم ما تروحوش الجليل خليكو في أرشاليم ليه السبب عشان تنتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني هو امتى قال لهم عن موعد الآب قال لهم في يوحن أربعتاشر وخمستاشر وستاشر قال لهم أنا هطلب من الآب أن يرسل معز آخر كويس يبقى المسيح بيقول لهم ما تتركوش أرشاليم مع أنه أرشاليم كانت نقطة سخنة جدا لأنه فيها صلب المسيح ومات المسيح وقام والتلاميذ بدأوا يعلنوا أن المسيح قد قام وأنه ظهر لهم واليهود متربسين لهم بكل الصور لكن قال لهم ما تسيبوهاش أعود فيها حتى يأتي موعد الآب الذي سمعتموه مني لأن يحن ده بقى كلام المسيح لأن يحن عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير ممكن الأخوة المسلمين يفصلوا للآية دي أصل أنا مش فاهم يمكن يمكن إحنا بنقراش وكتاب مؤدل زمان تبتقروه يمكن الآية دي بتعني معاني أخرى أنه ليس بعد هذه الأيام بكثير بتعني 600 سنة يا مع رب يسوع بتكلم في زمانه وإمتى حصل يوم الخمسين بعد قيامة المسيح أو بعد عيد الفصح خلونا أقول بالزبط بعد الجمعة العظيمة بخمسين يوم ليس بعد هذه الأيام بكثير يوم الخمسين ونقرف أصحح اثنين من أعمال الرسل كيف حل الروح الكدس على التلاميذ وكيف نطق التلاميذ بلغات العالم كلها وكيف تحول التلاميذ من مجموعة خائفة مرتعبة من اليهود إلى مجموعة كارزة تقلب المسكونة ده المعز يبقى منحس الزمان ما ينفعش إخوتي المسلمين ما ينفعش ما ينفعش النهائي طيب نيجي لحاجة تانية بحسب يحنى 14 وعدد 16 و17 ويحنى 15 يقول رب يسوع وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر حلقة اللي فاتت الأخت في ريال قالت المسلم ما يعرفش الآب المسلم ما يعرفش الآب والله عند رسول الإسلام أو عند المسلمين ليس هو الآب ليس هو الآب المسلم عنده 99 اسم اسم الله الحسنى ليس فيهم واحد اسم الآب ده المسيح بيقول هطلب من الآب فيعطيكم يعطي مين يعطي التلاميذ معز آخر زي ما قلنا المرة اللي فاتت أيضا الكلمة اليونانية تعني معز من نفس المستوى نفس الطبيعة وليس مختلف ومن يكون من نفس الطبيعة إلا الله الله الواحد مثلث الأقنين روح الله الذي يعرف حتى أعماق الله فنصر يكلم عن الروح الكدس مجيء الروح الكدس أمر آخر قال رب يسوع عن المعز وأما المعز الروح الذي سيرسله الآب بإسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم يعلمكم كل شيء وين يجي المسلم بقى يتفلسف يقول لك هل بعد ما علم المسيح تلاميذ يحتاجون إلى تعاليم أخرى المسيح علم تلاميذ وقعد معهم لكن كيف يتصرفون في الكنيزة كيف يتصرفون في الكنيزة اللي يعملوه ألا يحتاجون إلى مرشد ألا يحتاجون إلى من يعلمهم ألا يحتاجون إلى العبارة لقال وقال وإلى ما يقول كتاب وراء الروح الكدس ونحن ألم يعلم الروح الكدس التلاميذ كيف يتصرفون في كنيسة الله عمود الحق وقعدته ألم يعلمهم أن ينتخب شيوخ وينتخب شمامس وينظم إداريا ألم يعلمهم أن يكتبوا وأن يعزوا وأن يبشروا كنيسة الأولى احتاجت إلى وجود المعز الذي بدونه ما كانش تبقى موجودة فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم هنا الجزء ده مرتبط أيضا بالوحي لما صعد المسيح لم يكن هناك نصا مكتوبا وبدأت الكنيسة تكبر وبدأ التلاميذ يحتاجه إلى شيء مكتوب حتى يحمي المؤمنين الجدد من التعليم المضلة وأن يسجلوا فيه تعليم الرب يسوع وحياته وهذا هو اللي بيقول عنه كتاب ويذكركم بكل ما قلت لكم لما ربي سوع ترك تلاميذ في متة 28 قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وكريزوا بالإنجيل الخليقة كلها وعلموهم وعلموهم كل ما قلت لكم وده جزء من الواحد مهم والواحد كتب بعد فترة ليست بكثير وحن مش بكلم على 600 سنة المعزي الروح القدس بكل وضوح الرب يسوع ألها أفل الباب أمام أي تفسير آخر المعزي الباراكليتوس هو الروح القدس وبعدين للإخوة المسلمين منتو بتقولوا الروح القدس هو جبريل جايين دلوقتي بتقولوا الروح القدس في النص ده هو رسول الإسلام ما ترسيركم على الحل هو جبريل والرسول الإسلام هل علم رسول الإسلام تعليم المسيح هل ذكر رسول الإسلام بتعليم المسيح أي واحد فير يعني عادل بيحاول يعمل مقارنة ما بين تعليم المسيح وتعليم الإسلام أكتشف إنه أنت بتكلم عن حاجتين مختلفين ده بالعكس الإسلام أتى بما هو نقيد تعليم المسيح هتقول لي إزاي ده الإسلام علم بالحق أقول لك قول اللي إنت عايز تقوله أنا عندي الدليل والبرهان تعليم المسيح مقابل تعليم رسول الإسلام مع أنه دي محتاجة حلقات لوحدها لكن أنا هذكر كام نقطة تعتبر اختلاف جوهري يعني زي ما قلت إنه الآب نفسه مسيح علمنا عن الآب الإسلام لا يعرف حاجة اسمها الآب مسيح قال حتى عندما تصلون فقولوا هكذا أبانا الذي في السماوات الله بالنسبة لنا هو الآب الإسلام لا يعرف هذا تعليم مناقضة نهائي لكن نجي إلى نقطة أساسية دايما بتعرف الشخص الشخص بيخرج ما في قلبه ما في قلبه في لحظاته الأخيرة يعني بالذات لحظة الموت وهو على فراش الموت خلاص ما ببقاش خايف من حاجة ببقاش عنده اعتبارات الأمور الأخرى فبتجد ما في قلبه بيخرج منه ماذا قال المسيح وهو على صليب يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ماذا قال رسول الإسلام لحظة موته لعن الله اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى هتيجي تقول لي أنه رسول الإسلام زكر المسيحيين بتعليم المسيح أقول لك سوري أنت بتضحك على نفسك ده رسول الإسلام في تعليمه مناقض لتعليم المسيح خد خد مثلا النساء والزواج والطلاق ده موضوع لوحده تتكتب فيه كتب تتكتب فيه كتب وقارن ما بين حياة المسيح ونظرته للنساء ومعين حياة رسول الإسلام ونظرته للنساء وقارن ما بين تعليم المسيح عن الزواج والطلاق وبين تعليم الإسلام عن الزواج والطلاق أنا أسيبك هنا أسيبك هنا أسيبك لضميرك كويس هتجد أنه الاختلاف مش مش حاجة صغيرة ده كبعد المشرق عن المغرب كبعد المشرق عن المغرب الاختلاف وتيجي تقولي لا لا أصلا أنا أعتبق الآية دي أن المسيح قال ذاك هيذكركم بكل ما قلت لكم وأن تعليم الإسلام هي تعليم السيد المسيح أقول لك سوري يعني أرق وصف ممكن أقول لك حضرتك مش فاهم خد موضوع النساء والزواج والطلاق أنا مش أدخل في في تفاصيله الكثيرة بس أنا أعرف أن المشاهدين بتوع قرانات الحياة وعبر الكتاب أعرف أن هم في أغلبهم كراء وبيبحثوا ومستنرين وعارفين وعارفين الفرق خد موضوع آخر الحرب والجهاد الحرب والجهاد خد تعليم المسيح عن الانتقام وتعليم رسول الإسلام عن الانتقام خد تعليم المسيح عن نظرته للمختلفين معه وخد تعليم الإسلام عن ونظرته للمختلف معه ماذا عن معاقبة الذين كانوا مستعدين للتوبة يا امرأة أما دانك أحد لا يا سيد ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي ثانية إنما بقى من سب الرسول حتى لو تاب لابد أن يرجم وتتأتي على أبتو ماذا عن العبودية والسبايا هل كان للمسيح عبيد هل كان للمسيح سبايا وماذا عن ملكات اليمين وماذا عن امرأة وهبت نفسها وماذا 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 منفعش عزيزي تيجي تقول لي إنه الرسول الإسلام أتى لكي ما يذكر بتعليم المسيح ويكمل تعليم المسيح لأنه في جوهارها تعليم مضادة للمسيح ماذا عن الصوم ماذا عن الصلاة ماذا عن كل هذا ماذا عن خلاص الإنسان كيف يخلص الإنسان يسوع الذي قال أنه قد جاء لكي ما يقدم نفسه فدية عن كثيرين وأنه ينبغي أن يذهب إلى أرشليم وأن ابن الإنسان جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك كيف يخلص الإنسان في تعليم المسيح وفي المسيحية وكيف يخلص الإنسان في الإسلام وجهان متضدان لا يلتقيان أبدا كلم عن إدعاء آخر خاطر إدعاء خاطر يقول قال المسيح لكني أقول لكم الحق أنا خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم قال لك بقى هنا إيه قال لك هناك شرط يوجد شرط لمجيء المعزي وهذا الشرط هو أن ينطلق المسيح طيب من روح القدس كان موجود أيام المسيح يبقى إزاي المسيح بيقول إنه المعزي الآخر هو روح القدس إذا كان الروح القدس أساسا موجود لو هنا بيقول إنه إنه الروح القدس موجود موجود في المسيح موجود في يوحن الكبير أحمد داد في فيديو وهو بيكلم عن النقطة دي وبيحاول يثبت منها إنه هذا هو الباركليت رسول الإسلام المعزي الذي يأتي بعد المسيح شوف الفيديو ونعلق عليه فيديو الأخير قبل جيسوس ونحن المسيح 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 ونحن بسيطة بسيطة جدا بالمانطق الروح القدس كان موجود إلا سبات يوحن زكريا مريم موجود الروح القدس ونحن لا نعترض على هذا الروح القدس على فكرة موجود منذ الخليئة الروح القدس موجود منذ الأزل الروح القدس موجود في الخليئة لم يقول في تكوين واحد إنه في البدء خلق الله سماواته الأرض وكانت الأرض خربة وخلية وعلى وجه وروح الله يرف على وجه المياه موجود الروح القدس كان موجود مع الأنبياء في العهد الأديم ده حقي الروح القدس أيضا كان مكتوب مع كتبة الوحي في العهد الأديم أيوة لأنه ما ينفعش يكتب وحي بدون الروح القدس وما ليه المختلف حضرتك مش فاهم في فرق بين أن يكون الروح القدس في العهد الأديم بيعمل بصورة يختلف فيها عن عمله في العهد جديد الروح القدس في العهد الأديم كان يحل على أشخاص معينين لأهداف معينة زي محل على ألسابات زي محل على زكريا زي محل على داود النبي زي محل على موسى زي محل على رجال الله في العهد القديم كان يحل الروح القدس لمهام خاصة كان يحل أيضا في كتابة الوحي لكن الروح القدس لم يكن يسكن يسكن في حياة المؤمنين وده الفرق الوعد الذي وعد الله به المؤمنين في العهد الجديد أنه روحي يسكن فيكم أننا نصير نحن هيكل الله وروح الله يسكن فينا أنه مش بس يعمل في أشخاص معينين لكنه يكون ساكن في كل جماعة المؤمنين في كنيسة المسيح في كل مؤمن بالمسيح يسكن الروح القدس ويحل عليه ويملقه دا الفرق وعش كده قال أن الروح القدس يظل معكم يظل معكم وهيظل مع الكنيسة إلى الأبد إلى الأبد حضرتك مش فاهم لا طبيعة الروح القدس ولا عمل الروح القدس لا طبيعته ولا عمل لا فاهم العقيدة المسيحية عن الروح القدس ولا فاهم يعني إيه إيمان المسيحي بالروح القدس وجايت تفلسف طيب هذا زي ما قلت ادعاء خاطئ مبني على الفحم الخاطئ لمن هو الروح القدس وما هو دوره في العهد القديم وفي العهد الجديد وهناك فرق كبير جدا ما بين الاثنين في العهد القديم النموس كان مكتوب الوصايا كانت مكتوبة على الواح حجرية في العهد الجديد الروح القدس يكتب وصايا المسيح على قلوب الإنسان ويسكن فيه ويملأه ويؤيده ويقوده ويرشده ويعطيه استنارة ويفهمه وينطق من خلاله عندما يكون في وقت الاضطهاد والألام والمعاناة ده الروح القدس هناك فرق كبير بين عمله في العهد القديم وعمله في العهد الجديد وعش كده المسيح قال فيه عبارة قالها الرب يسوع خليني أرجع معليش حضراتكم ورهلكم من العبارات آ آ يس it's it's here آ يقول هنا في يوحان 14 لأنه ماكث معكم وبعدين هيبقى ايه ويكون فيكم ده الوعد ده وعد الآب ده حلول الروح الكدس ده سكن الروح الكدس اللي حضرتك مش قادر تفهمه الرب يسوع قالها مش انت المتفلسف يعني اللي جبت لنا الحقيقة الضائعة لا 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 ده الرب يسوع قال لأنه ماكث معكم يا لكن ويكون فيكم ويكون فيكم يبقى الادعاء مبني على باطل وليس له اي معنى طيب اجي الى ادعاء خاطئ اخر يقول لناك دور البرقليت قال الرب يسوع ما تجاء ذلك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة وقال لك اخر المسلمين تسمع الكلام ده تستعجب يقول لك هذا هو ما قام به ويقوم به رسول الاسلام يبكت كونفكت يبكت يعني ينخس في القلب ينخسه في القلب يجعل الانسان يكتشف حقيقة نفسه انه خاطئ يجعل الانسان يكتشف احتياجه الى الخلاص ده عامل الروح الكدس ودي على فكرة قصة كل مؤمن بالمسيح من اول نشأة الكنيسة وحتى يومنا هذا وإلى مجيء المسيح وانا عارف انه كثيرين من متابعين قناة الحياة عابرين واختبروا هذا في حياتهم انه في وقت من الاوقات الروح الكدس بكتك وكشف احتياجك او احتياجك الى خلاص يسوع المسيح ده عامل الروح الكدس يقولك لا لا اصله هما بقى بيفهموها ازاي يقولك يبكت العالم على خطيئة الكرآن يحتوي على تبكيت لليهود لانهم رفضوا المسيح فهو بكت اليهود على خطيئة وكمان يبكت المسيحيين قالوا بالكم احنا يبكت المسيحيين لانهم جعلوا من المسيح الها فيبكتهم فده عمل رسول الاسلام لكن هنا الاية بتقول ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطيئة وعلى بر وعلى دينونة على خطيئة لانهم لم يؤمنوا بيه وده اللي بيعمله الروح الكدس الى يومنا هذا وكل مسلم عابر اختبر هذا في حياته ان الروح الكدس بكته على عدم ايمانه بالمسيح مشكلة الاسلام والقرآن انه يقدم مسيحا مختلفا عن مسيح كتاب معدس انا بسميه مسيح مزيف لان اعرفه مسيح مزيف في ميلاده مسيح مختلف في حياته ومعجزاته مسيح لم يصلب ولم يمت مسيح مجرد نبي من الانبياء هذا المسيح نحن لا نعرفه ولا نعترب به ولا نقبله اما المسيح الحقيقي فهو كلمة الله المتجسد المسيح الحقيقي هو الاله الذي صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا المسيح الحقيقي هو الذي وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب المسيح الحقيقي هو الذي قام من بين الاموات المسيح الحقيقي هو الذي اتم فدأنا وخلصنا بانه دفع تمن خطيانا ده المسيح الحقيقي اللي مختلف نهائي عن مسيح الاسلام الباراكليت هو الروح الكدس ليه بقولي انه هو الروح الكدس لانه النص بيقولي ان الباراكليت هو الروح الكدس ولان اعماله وصفاته لا يمكن ان تنطبق على رسول الاسلام او على اي شخص مهما كان بايز يقول عنه معزي اخر اي من نفس طبيعة وجوهر الرب يسوع المسيح وهذا لا ينطبق على رسول الاسلام معزي اخر معزي اخر يمكس معنا الى الابد الغريب يقولك ايه انه هذه نبوة عن رسول الاسلام انه خاتم المرسلين وان الاسلام والقرآن ماكس معنا الى الابد اين اين محمد ليه محدش من ال من الاخو المسلمين ما سمعتهاش انا عمري ممكن عدرتكم برضو نفس الحكاية ليه محدش مثلا من المسلمين يقول محمد معاك ليه دايما المسيحيين يقولوا يسوع معاك الله معاك يسوع معاك لانه ما ينفعش يكون معايا لانه ميت ما ينفعش انا محتاج انا محتاج عشان يكون معايا محتاج شخص يكون معايا في كل مكان غير محدود يكون معايا المبارح والنهاردة وبكرة يكون معايا ويكون مع كل المؤمنين في كل جيل وعصر وزمان ومكان وما ينفعش نودان طبق على رسول الإسلام نهائي اي محاولة لتفسير هذه الكلمات الاوصاف على انها تتحدث عن رسول الإسلام محاولة فاشلة مبنية على وهم يمكس معكم الى الابد والروح القدس مكس مع التلاميذ في القرن الاول ومع المؤمنين بهم في القرن التاني ومع المؤمنين مؤمنين بهم في القرن التالت والقرن الرابع وإلى يومنا هذا يعمل الروح القدس مع المؤمنين مكس الى الابد وزي ما الله ابدي زي ما الآب أبدي وزي ما الإبن أبدي كذلك الروح القدس أيضا أبدي وزي ما الآب أزلي والإبن أزلي الروح القدس أيضا أزلي دي صفات إلهية وليست بشرية روح الحق The Spirit of Truth الآب هو الإله الحقيقي والإبن قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والروح القدس هو أيضا روح الحق يعني يهي الحق يعني ليس فيه ظلمة البتة ليس فيه ظلمة البتة ليس فيه ناسخ ومنسوخ ليس فيه أفعال بشرية هو روح الحق مفهو الظلام كل ما فيه صدق وحق كل ما فيه حق لا يتحدث أبدا أبدا إلا بالحق ولا يعلن إلا الحق ودي طبيعة الله دي طبيعة الله الإله الحق الطريق الطريق الحق والروح الحق روح الله القدس نأتي إلى سبب آخر المعزي زي ما قلت الرب يسوح حط المعزي ممكن نقول الذي هو الروح القدس المعزي هو الروح القدس المسيح بتكلمش عن أشخاص ولا عن نبي ولا عن شخص يجي بعد ستمائة سنة المسيح بتكلم عن الروح القدس روح الله القدس المعزي هو الروح القدس ده كلام المسيح ولا يمكن أبدا أن نحرد في كلام المسيح أو نبدله أو نغيره أو نلعب فيه أو نقدم عكسه ده كلام المسيح المعزي الذي هو الروح القدس لا يراه العالم ولا يعرفه إنفيزي وروح الله غير مرئي الرب يسوع في يحن ثلاثة لما كان بيتكلم مع نيكوديموس قاله أنت أنت ممكن أنت لا ترى الريح لا ترى الريح لكنك تشعر بها نحن لا نرى الريح لكننا نشعر بها لما يكون عندنا رياح مثلا بتلاقي الأشجار بتحرك بطريقة بتلاقي يعني كل ما هو حولك بيقول إنه فيه ريح ولما بتبقى في السحرة بيجيلك سنوسترم ما السنوسترم دي أو العواصف الرملية دي بيعملها بيعملها الريح أنت لا ترى الريح لكن ترى نتائج عمله لا يراه العالم هو ليس شخص محمد كان يراه العالم كان يراه أهله كان يراه البشر كان يراه أعداءه كان يراه محبيه كان يعرفه من حوله روح الله لا يراه العالم ويعمل في العالم مفيش حد من المؤمنين اللي اختبر الخلاص بالمسيح يسوع قالك انا شفت الروح الكدس روح الكدس يبكت يقود يرشد يعلم لا يراها العالم ده ما انت بكش على رسول الاسلام هتقول لي اصله الانسان ممكن يوصف بانه روح يعني زي مثلا احمد يداد قالك ايه قالك لا الانسان ممكن يوصف قالك يحنى بيكلم عن روح ضد المسيح روح كذب فدول اكيد المعلمين الكذبة اه بس المعلمين الكذبة ايضا مقادين بارواح كذبة وعدين حاجة من حاجات قالك قالك سبعة ارواح الله فبتكلم عن الله له سبعة ارواح هو مش عارف انه رقم سبعة يشير الكمال وروح الله بمعنى انه انه سبعة ارواح الله الله بحضوره الله بكماله لكن لا ينطبق هذا ابدا على رسول الاسلام هو مع التلميذ لكن سوف يسكن فيهم وفي كل المؤمنين بالمسيح من يوم الخمسين وده دي نشأة الكنيسة امتى تولدت الكنيسة اتولدت يوم الخمسين ليه تولدت الكنيسة لان الروح القدس حل على التلميذ ولما حل الروح القدس على التلميذ صاروا يتكلمون بكلام المسيح بكل مجاهرة ولما وعص بوترس يوم الخمسين اكتر من 3000 شخص نخسهم او عمل بكتهم الروح القدس وقالوا لبوترس ماذا نفعل لكي نخلص دي نشأة الكنيسة النهاردة بنسمع عن عمل روح الله في اماكن مختلفة في طلبة في الجامعات الروح الله بيعمل فيهم روح الله ساكن فيهم روح الله بيجدد في الكنيسة هو مع التلميذ وسكن في التلميذ ويسكن في كل مؤمن بالمسيح يسوع كمان يرسله الاب ويرسله الابن معا طيب هو مين الذي ارسل رسول الاسلام ما تقول لي ما تقول لي الله عز وجل فهو رسول الله ماشي على عيني وعلى راسي مثل المسيح بيقول ان هو هيرسله كمان فهل معنى كده ان المسيح هو الله وان رسول الاسلام خاضع له تقول لي حاشا لك ليه ما انت بتفسر النص كده انت بتفسر النص بعز الاسلوب النص لا يحمل اكتب من معنى نص يحمل معنى واحد انه الاب والابن يرسلان الروح الكدس لانه هو روح الله وروح المسيح وزي ما قلنا انه الاب هو الله بذاته الابن هو الله بكلمته الروح الكدس هو الله بروحه موجود بذاته ناطق بكلمته حي بروحه فالروح الكدس ارسله للمؤمنين من الاب ومن الاب طبعا موضوع اخر وهو ممكن المسلم اذا مدام ارسله هو اقل احنا عندنا في الثلوس الاقدس انه الله الاب والابن والروح الكدس جوهر واحد one essence من حيث الطبيعة الالهية جوهر واحد لكن كمان هناك عمل عمل لكل اقنوم من الاقنين هناك عمل لكل اقنوم من الاقنين هناك عمل يا عمدرش اقول انه الذي تجسد هو الروح كدس لا اقول الكلمة كلمة الله تجسد فده عمل وليس ترتيب من حيث الجوهر لكن ده من حيث العمل وعش كده الاب ارسل الابن والاب والاب ارسل الروح الكدس ولا يمكن ان ينطبق هذا على رسول الاسلام نهاية لانت هتقبلها ولان هتقبلها كويس يعلم التلاميذ كل شيء ويذكرهم بكل ما قاله لهم يعلم التلاميذ كل شيء اتقول لي زي احمد دي دي المسيح حلمهم كل شيء طب اذا كان المسيح حلمهم كل شيء يبقى يعلم التلاميذ كل شيء ويذكرهم بكل ما قاله له اه احمد دي دي جاي عندي نقطة افتكرتها هدلوقتي اه قالك انه اه ليه اشياء اخر لاقول لكم لكنكم لن تحتملوها المعزلة ما ييجي بقى هيقول لكم اشياء اخر انا ما قلتهاش لكم وما قلتهاش لكم عشان انتم مش هتحتملوها فقال لك ما هي هذه الاشياء ما هي هذه الاشياء طبعا هناك الكثير من الامور التي علمها الروح الكدس للتلاميذ تلاميذ كانوا نظرتهم للصلب كنظرة اليهود كانوا ينظرون للصلب كنظرة اليهود العادي ان كلمة الصليب عند اليهود عثرة فعندما كان المسيح يتحدث عن صليبه وعن موته كانوا يفهمون على انه ده عثرة وانه ايضا الى اخر لحظة لم يكن التلاميذ فهمين طبيعة موت المسيح وابعاد موت المسيح ولماذا ينبغي ان يموت المسيح مين اللي عمل ده كله فيهم المسيح والروح الكدس الروح الكدس فهمهم وعلمهم فهم يعني ايه موت المسيح فهم اهمية موت المسيح صارت الرسالة الجوهرية اللي بينادوا بيها هي ان المسيح مات ودفن وان المسيح قام وزهر ايضا اخبرهم الروح الكدس عن اخر الايام من الذي كتب سفر اعمال الرسل الا الروح الكدس الذي اخبرنا بما كل ما سوف يحدث في نهاية الزمان انا مش محتاجين نبي اخر يقول لنا تعليم اخرى مناقضة لتعليم المسيح يشهد للمسيح هل رسول الاسلام يشهد للمسيح ده رسول الاسلام بيشهد ضد المسيح انا بتكلم عن المسيح اللي احنا نعرفه يشهد ضد المسيح رسول الاسلام طعن في لهوت المسيح لهوت الإسلام نفى أو رسول الإسلام نفى صلب وموت المسيح صح ولا يشهد المسيح إزاي ما الذي يشهد للمسيح يابد أن يكون مؤمنا بالمسيح أنتم شهودي يقول رب سكناف المؤمنين متوقف على أن يكمل المسيح عمل الفداء ويسعد إلى الآب وفعلا حصل كده بعد صعود المسيح باربعين يوم في يوم الخمسين سكن الروح الكدس حل الروح الكدس على التلاميذ وسكن فيهم يبكت العالم على خطيئة واتكلمت عنها ما ينفعش دي تطبق على رسول الإسلام يرشد التلاميذ إلى جميع الحق لأنه يخبرهم بأمور آتية وده اللي عمل الروح الكدس أخبرهم بأمور آتية المسيح حدثنا عن نهاية الزمان في متى 24 و 25 لا صح لكن هناك تفاصيل أخرى أعلنها الروح الكدس من خلال رسول المسيح من خلال كتابات بولوس الرسول من خلال سفر الرؤية من خلال رسائل بوتروس الرب الروح الكدس أعلن لنا أمور كثيرة آتية في نهاية الزمان يمجد المسيح داك يمجدني داك يمجدني الإسلام لا يمجد المسيح يعني الإسلام ليس منصباً على تمجيد المسيح الروح الكدس عمل الأساسي داك يمجدني وكيف يمجد الروح الكدس المسيح أنه يأتي بالناس البعيدة لكي ما تقبل المسيح يثبتهم في الإيمان بالمسيح يجعلهم شهود للمسيح يستخدمهم لمجد المسيح يغير فيهم ليكونوا صورة المسيح في كل مكان دا عمل الروح الكدس وليس عمل رسول الإسلام عشان كده الباراكليت بكل الصدق وبكل الحق أقول أنه هو الروح الكدس وليس له أي علاقة عن قريب أو عن يعني بعيد برسول الإسلام وأي ادعاء غير هذا يعتبر باطلاً الرب يبارككم